بدأت مدرية أمن القاهرة تشغيل الفعلي لمقرها الجديد والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة وهو المقر المزود بأحدث التقنيات في المجالات الأمنية والخدمية افتتاح وبدء التشغيل للمقر الجديد لمدرية أمن القاهرة جاء ضمن خطة متكاملة للتحديث والتطوير تنتهجها وزارة الداخلية لتواكب متطلبات العمل الأمني المقر الجديد بالقاهرة الجديدة انشئ على أحدث الترز المعمارية ومجهز بساحة انتظار داخلية تسعى لستمائة سيارة إضافة إلى أخرى خارجية تسعى مائتين وعشرين سيارة يضم المقر الجديد أماكن مجهزة لذول احتياجات الخاصة وكبار السن المقر الجديد مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أمنية عصرية للمواطنين وهو ما بدى واضحاً في غرفة إدارة الأزمات المجهزة بمنظومة متكاملة من كاميرات مراقبة المنتشرة في الشوارع والمادين لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة غرفة عمليات النجدة بها أحدث منظومة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها من خلال ربطها بالخدمات الأمنية الميدانية مع تزويدها بتقنيات لفحص البلاغات إلكترونياً من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين ويضم المبنى غرفة المراقبة الأمنية مركزاً للتدريب على تكنولوجيا المعلومات لرفع تفاءة العاملين بالمدرية في التعامل مع التطبيقات الأمنية المستحدثة مركز إعلامي متطور تم دعمه وتزويده بأحدث الوسائل لرصد وتحليل شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وقاعات اجتماعات ومحاضرات بتجهيزات تكنولوجية متطورة الصرح الجديد لمدرية أمن القاهرة إنما هو انعكاس لمنظومة التطوير والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمعدلات الآداء الأمني وبما يتماشى مع التطوير الشامل الذي تشهده البلاد نحو بناء الجمهورية الجديدة